السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن شهادات الادخار الجديدة في مصر لبنكي الأهلي ومصر وهذه الشهادات قد قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح الشهادات لمدة عام العائد 27% في نهاية الشهادة يعني لو كانت الشهادة بسنة يصرف العائد في آخر السنة 27% أما لو المستفيد صاحب الشهادة عاوز يسحب العائد والفوائد شهريا يسحب 23% فايدة عن قيمة الشهادة وكانت تصريح الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في الشامع كاشا إن البنك طرح شهتين دخار بعائد 23% شهريا وال27% بعائد في نهاية العام وبداية الشهادات تبدأ من غدا الجمعة الخمس من يناير 2024 والحد واحد فبراير 2024 صرف قيمة الشهادة 25 أو 22 ببنكي الأهلي ومصر وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام كامل من تاريخ الإصدار موعد استحقاق الشهادة أطبار من بداية من بداية وضع مبلغ الشهادة في البنك وتم بلغة حصلة طرحها العام المدرب 60 مليار جنيه كما صرح البنك الشهادات الشهادات البنك الأهلي وبنك مصر بدأت من اليوم شهادة لمدة السنة بعد 25 يصرف في نهاية السنة وكذلك بدورية عائد الشهري بنسبة 22% سنويا واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2022 أعلى الشهادات حاليا في بنك الأهلي ومصر في شهادة الأولى سابتة لمدة ثلاث سنوات بسعر 19% ويصرف العائد شهريا والثانية شهادة متناقصة لمدة ثلاث سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثلثة ويصرف العائد شهريا بنك مصر قرر إعادة إصدار الوعاء للدخار الجديد شهادة طلعة حرب وهي شهادة الدخار مدتها سنة بتتمتع بمعدل عائد سابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويا توصرف بنهاية مدة الشهادة ومن الممكن أن يصرف العائد شهريا بنسبة 23 سنويا وتبدأ فعاد الشهادة من ألف دنيه ومضاعفتها ويتم إصدارها لأفراد الطبيعيين أو الكسر من المصريين أو الأجانب ويتم احتساب المدة بدداية من اليوم التالي لإشراء الشهادة ويمكن شهر إشراء الشهادة من غدا الجمعة 5 يناير من خلال تواصل الموبايل البنكي والأنترنت ويتم بتفعيل الشهادة في يوم الاتنين الموافق 8 يناير بداية العمل ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية طبعا الشهادات من الممكن للإقتراض عليها بالنسبة 80% يعني أنت لو حاطت 100 ألف ممكن تاخد 80 ألف قرن على شهادة بحسب الفايدة اللي توضحها النسبة اللي حصلها البنك زي ما بيحددها هو البنك وديه كان موضوع خاص بالشهادات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم